في سفر أعمال الرسل طبعاً منشوف كده مرة الآيات اللي بتتكلم عن التكاثر أنا بتكلم على ربح النفوس مثلاً أعمال 16 أي 5 فكانت الكنائس تتكاثر في العدد وكانت تزداد في الإيمان وتتكاثر في العدد كل يوم فإذن هذا مبدأ إلهي مش عزر لأي إنسان إنه يقعد في البيت وما يعملش أي إشي بل المبدأ هو التكاثر وبوليس علمنا المبدأ المبارك جداً تمثال 162-22 وما سمعته مني بشهود كثيرين أو داعه أناساً أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضاً فنحن لنبغي في كنائسنا لا مجرد الزيادة أو التضخم لكن النمو الحقيقي والتكاثر وإذا أريد أن أعطيك رسالة أخيرة في نص دقيقة إيش اللي ممكن توصله لأحباءنا المشاهدين أحب أوصل لكل مشاهد حقيقي أن الثبوت في المسيح هو السر الحقيقي لحياة الإصمار وينبغي عليك أن تقبل تعامل الكرام معك ففي بعض الأحيان الكرام يقطع عنقود لكي يبقى عنقود واحد على الفرع قوي مبارك فربما يغلق خدمة لكي تظل خدمتك الأساسية قوية مباركة وكما أن الضوء مهم جداً لحياة الكرام فتعلمت من الكرامين أن الإظلام أيضاً هام جداً بالنسبة للكرمة لتستمد عصرتها وفي النهار تستطيع أن تمثل هذا في حياة الكرمة فعندما يسمح الرب بالإظلام في بعض الأحيان أو بأن تأتي المقص فيقص جزء من الخدمة هنا أو هناك دع الكرام يعمل في حياتك وانتظر الثمر سيأتي في وقته ونحن نشكر الرب من أجلك سيس رضو من أجل الثمر المتكاثر في حياتك وفعلاً نعمة الرب عم تشهد عن كل سنين اللي خدمت فيها بأمانة وعندك أولاد وبنات في كل مكان أقصد روحيين في كل مكان وربنا يكافأك ويبارك خدمتك شكراً أحبائي موضوع الثمر موضوع هام جداً الله الدان في العهد القديم شعب إسرائيل لعدم الإثمار الرب يسوع طهر الهيكل ودان الشعب اليهودي لعدم الإثمار قال هو ذا بيتكم يترك لكم خراباً ولكن العلامة المميزة في تلاميذ المسيحي المحبة بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض أنا بصلي الرب يزيدنا محبة لشخصه محبة لكلمته ومحبة لخدمته ونمجد الرب الثمر المتكاثر في حياتك وفي حياتي الرب يبركك اشتركوا في القناة